بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة مع بعض يا جماعة هنشرح مهارات المدرب الطربوي الفعال وده بالنسبة لنا المحور رقم 7 نبدأ مع بعض ونشوف ايه هي المهارات وايه هي الكفايات المطلوبة للمدرب الطربوي بنقول ان مهارات المدرب الطربوي الفعال تمام لابد ان يتمتع المدرب الناجح بعدد من الكفايات المعرفية كفايات يعني القدرات او المهارات المعرفية والمهارية والانفعالية وفيها ما هو فطري وما هو مكتسب وفي كل الحالات يمكن تنميتها وتطويرها سواء كان المهارة دي او الكفاية فطرية او مكتسبة هنبدأ مع بعض ونشوف ايه هي المهارات ان شاء الله يا جماعة المحاور الصادقة هيكون الروابط بتاعتها اسفل الفيديو تضغط على الرابط وهيبدأ يجيب لك الشرح وفيه مجموعة اسئلة والاختبارات التفاعلية موجودة في الروابط اسفل الفيديو مهارات المدرب التربوي الفعال بنقول يجب ان يمتلك المدرب المهارات التالية ايه هي المهارات التي يجب ان يمتلكها المدرب التربوي اول حاجة مهارة التخطيط هناخد كل المهارات بشكل كلي بعد كده يا جماعة هنبدأ نتكلم عن كل مهارة بشكل مبسط اول حاجة بنقول ان مهارة التخطيط تاني مهارة مهارة ادارة المجموعات مهارة ادارة الافراد مهارة ادارة الوقت مهارة ادارة الجلسات التدريبية مهارات الاتصال والتواصل وعندنا مهارة ادارة التنوع داخل الجلسة التدريبية مهارات بناء الفريق مهارات التفاوض عندنا مهارات طرح الاسئلة عندنا مهارات التوضيح والاجاز هنبدأ مع بعض كده ناخد مهارة مهارة ونبدأ نشرحها عندنا اول مهارة ليه مهارة التخطيط بنقول يا جماعة ان كل مدرب يجب ان يطقن مهارة التخطيط فالتخطيط الفعال لكافة جوانب التدريب قبل مباشرة التدريب هو العامل الاساسي في نجاح التدريب وعليك التخطيط كمدرب في الجوانب التالي اول حاجة التخطيط لاعداد التدريب لازم نعمل تخطيط لاعداد التدريب التخطيط لإدارة البرنامج التدريبي والمتدربين التخطيط لتنظيم التدريب سواء كانت الأهداف أو المكان أو الزمان أو الإعداد أو الفئة المستهدفة لازم نخطط لكل الكلام ده يا جماعة عندنا بعد كده التخطيط لتجهيز الموارد الضرورية للتدريب التخطيط لجلسات التدريب تخطيط إدارة أوقات البرنامج التدريبي التخطيط لتنظيم بيئة التدريب التخطيط لمحتوى التدريب والبرنامج التدريبي كل التخطيطات دي يا جماعة دي كلها مهارات لازم يتمتع بيها المدرب الناجح طيب المهارة التانية اللي هي مهارة إدارة المجموعات إزاي يدير المجموعة اللي بيقوم بتدريبها عندنا بنقول هنا كده يجب أن يمتلك المدرب هذه المهارة ويديرها بكفاءة عالية حيث أن تقسيم المتدربين إلى مجموعات تدريبية صغيرة هو تيكنيك أساسي في التدريب لانا بقسم يا جماعة المجموعة اللي عندي إلى مجموعات صغيرة تمام؟ خصوصا عند استخدام نشاطات تقنيات التدريب المختلفة فالمدرب الناجح عليها أن يدير تلك المجموعات بكفاءة عالية تعال نشوف بقى إيه اللي المفروض يعمله المدرب يقنع كل مجموعة باهمية النشاط الذي تقوم به يقنع أفراد كل مجموعة باهمية دوره لنجاح نشاط مجموعته يطفي جو من الحيوية والتفاعل داخل كل مجموعة وبين المجموعات كل ده المفروض يتعمل يا جماعة عند إدارة المجموعة بنقول يشرف على إدارة جميع المجموعات بنفس درجة الاهتمام والفاعلية وده طبعا لازم نشوفه في التدريب يشرح لكل مجموعة النشاط المطلوب منها ولا يتدخل في أداء المجموعة بعطيها الحرية ويراقب أداء المجموعة طبعا ويشوف المجموعات ويحاول يا جماعة يشجع كل مجموعة على حد يستطيع تفعيل الأفراد الخجولين لو في فرد خجول أو غير منسجم مع المجموعة جماعة بيقدر يعمل له تفعيل من خلال النظر أو الحديث يقيم عمل كافة المجموعات بعد انتهاء النشاط ده بالنسبة لإدارة المجموعات أما إدارة الأفراد يجب أن يمتلك المدرب هذه المهارة ويدرها بكفاءة عالية حيث أن على المدرب الوصول بعلاقة مهنية ناجحة إلى جميع المشاركين ويقنع كل فرض فيهم بأهمية مشاركته ودوره مهما كانت خلفيته ونوع شخصيته وأن نجاح التدريب يبدأ بنجاح الفرض فنجاح المجموعة يبقى الأول لو الفرض اللي في المجموعة يا جماعة نجح تمام نجاح في التدريب فنجاح المجموعة بالكامل بعد كده وذلك من خلال طيب بتم إدارة الأفراد من خلال إيه بقى تصميم نشاطات تنسجم مع اهتمامات المشاركين إحنا عارفين إن كل المشاركين ما بيكونوش جماعة نفس الاهتمامات فهو بيصمم ده المدرب بيصمم نشاطات تمام تبقى مناسبة مع اهتمامات المشاركين تصميم برامج تدريب تنسجم مع أفضليات التعليم أفضليات التعليم اللي هي طرق التعليم أو التعلم للمشاركين أن يكون المدرب بيحور التدريب قد يتقن استخدام حواسه أثناء التدريب أنه يوزع نظراته يا جماعة على الجميع لأن حرقات الإيد والحرقات العين لها تأثير في عملية التدريب المحافظة على الفضاء الجسدي طبعا مبقى فيه مسافات بين المدرب والمتدرب إشراك الجميع في جميع النشاطات والتقنيات ماهتمش بمجموعة واسيب مجموعة تانية أو فرد واسيب فرد تاني يطلب من المشاركين لعب دور المدرب عند توضيح فكرة معينة أو داخل المجموعة اللي هو لعب الأدوار يا جماعة داخل المجموعات أن ينقل لكل مشارك الشعور بالطمأنينة والثيقة بالنفس أن ينقل لكل مشارك الشعور بأهمية دوره يهتم بجميع المشاركين بنفس الدرجة ده مهارة إدارة الأفراد طيب المهارة اللي بعد كده بنتكلم عن مهارة إدارة الوقت طيب تعانيشوف كده الوقت أو إدارة الوقت مهمة جدا بالنسبة للمدرب حيث إدارة البرنامج التدريبي والجلسات التدريبية والنشاطات تمام وحتى أوقات الاستراحة نفسها كله حسب الوقت المخطط له هو بخطط للوقت مسبقا وبعدين أثناء التنفيذ يا جماعة تمام لازم كل وقت نلتزم به يبقى يستطيع الالتزام بالوقت المحدد تمام أثناء الجلسات طيب في حالة لم يستطيع الالتزام بالوقت المحدد بسبب صعوبة صعوبة تفهم موضوع ما يعني أنا مثلا بشرح موضوع يا جماعة والموضوع طول معايا تمام أو لتقنية نشاط أخذت وقت أطول من المخطط له يستطيع أن يعود ذلك بالاختصار من أوقات الاستراحة لذلك اليوم فقط يعني أنا باجي على يوم يا جماعة والله إحنا ناخد كمان نص ساعة ولا حاجة من الاستراحة عشان نقدر نلم بالموضوع لكن عليه الاتفاق حول ذلك مع جميع المشاركين باتفق مع المتدربين اللي عندي فلا ينفذ القرار لوحدي يعني ما بنفس القرار أنا لوحدي فالالتزام بالوقت يعني التخطيط السليم والنجاح للموضوعات التدريبية ويجب أن يكون المدرب نموزجا للالتزام بالوقت الالتزام بيبدأ بالمدرب طيب دعا نشوف كده المدرب هيلتزم إزاي بالوقت بنقول التأكيد على أهمية الالتزام بالوقت ده طبعا أول حاجة بنخش في التدريب بنحكي فيها هو الوقت ونبدأ نحط القواعد اللي هنمشي عليها ونضمنها طبعا الالتزام بالوقت التطبيق اللي عملي للالتزام بالوقت يعني بدء الجلسة بيكون في معدها الوقت المخصص لكل موضوع التطبيق العملي بحدد لكل جزئية وقت محدد جميع الموضوعات والنشاطات يجب أن تأخذ حقها في الوقت المخصص لها ويجب الالتزام بهذا الوقت القيام بجميع النشاطات التدريبية دون إرهاق المشاركين خليش الجماعة أو المتدربين اللي عندي يا جماعة يزهقوا زي أنتوا كده مش عاوزكم تزهقوا من الفيديو ومن الشرح هو الموضوع صحيح النهاردة طويل شوية بس هنحاول يبقى بشكل سريع عشان الناس ما تملش الموضوع إذا حس بإرهاق المشاركين يستطيع تطبيق أو تبديل تقنية تطفي النشاط والحيوية على المشاركين لكن دون المساس طبعا بالوقت يحاول يخرج شوية كده سريعا عن الموضوع أو يجزي بانتباه المشاركين ويبدأ في إكمال التدريب ده كان بالنسبة لمهارة إدارة الوقت بعد كده مهارة إدارة الجلسات جلسات نفسها يجب أن يمتلك المدرب هذه المهارة ويدرها بكفاءة عالية فدور المدرب هو إدارة التدريب والمدربين بالتعاون المشترك وتقسيم الأدوار بينهم وبين المشاركين وذلك من خلال طيب أنا بديل الجلسات من خلال أي يا جماعة تحديد أهداف موضوعات التدريب والهدف العام لازم أكون محدد الأهداف الفرعية والهدف العام يتم شرح كل موضوع تدريبي وفق ذات التسلسل يعني إيه؟ يعني أنا يا جماعة بشرح الأول المقدمة وبعدين الشرح والعرض وبعدين النشاطات وبعدين في الآخر خالص ببقى التلقيس يبقى أنا بشرح بنفس التسلسل ده طيب تقسيم موضوع التدريب والجلسات التدريبية إلى خطوات ومراحل يبقى أنا ببقى عارف أنا هبدأ يا جماعة مقدمة وبعدين نشرح دي الخطوات والمراحل دور المدرب إدارة التدريب والمشاركين المدرب يكون قائم بإدارة الجلسات التدريب هو خبرات تعلم مشتركة بين المدربين والمشاركين لازم يكون فيه اشتراك يا جماعة في التدريب إدارة التدريب والجلسات بمرونة لكن دون الخروج عن استراتيجية تقسيم الجلسة وموضوع التدريب السيطرة الدائمة على مجريات الجلسات والتنظيم العالي للتدريب والمشاركين دي كانت مهارة إدارة الجلسات طيب بسرعة كده ندخل على مهارات الاتصال والتواصل ونشوف كده الموضوع في ايه طيب بنقول مهارات الاتصال الجيدة أساس للتدريب الجيد والتي من خلالها يتم شحز مهارات المشاركين عبر تكنيكات الحوار والنقاش والاستماع والقراءة والأسئلة والأجوبة والملخصات وأيضا الفكاهة والقصص المجازية فمهارات الاتصال والتواصل تتجلى في التكنيكات التالية تعالوا شوف كده ايه حكاية مهارات التواصل أول حاجة الاستماع الفعال يجب أن يشعر المتحدث باهتمامك بحديثه يعني لما يكون المتدرب بتكلم مع المدرب فالمدرب لازم يحسسه باهتمامه بحديثه وتوح له بأنك تسمعه بكامل جسدك بالنظر إليه باهتمام وسمعه باهتمام ومراقبته باستخدامك إيماءات وإشارات تشجعه على استمراره بالحديث كأن أقوله إيه بقى فأقوله إيه آه نعم حديثني بالمزيد تمام أنا معاك أنا متابعك تمام ببدأ أنشاطه أو أحسسه أن أنا باستمع إليه الاستماع بالعاقي يجب أن تركز بدرجة عالية أثناء الاستماع إلى المتحدث وتستطيع أن تتوقع الاستنتاجات والملاحظات التي لم يستطيع للمتحدث قولها بعد كده الاستماع المنعكس إعادة قول ما قاله الشخص المتحدث بدرجة عالية من الدقة باستخدام الكلمات التي استخدمها المتحدث هذا يساعدك في فحص ما إذا كان ما سمعته دقيقا ويؤكد للشخص المتحدث بأنك تسمعه جيدا طيب من مهارات الاتصال إعادة الصياغة يعني أنا سمعت الموضوع منه فأنا بعيده عليه بنفس الكلمات بعد كده بعيده عليه بصياغة مني أنا يعني أنا اللي بعيد الصياغة وتعامله بجدية وتعزز الاتصال الجيد معه وتساعدك في الحصول على المعلومات الصحيحة تمام؟ زي إيه كده مثلا في إعادة الصياغة أقول له إذن فأنا أفهمها وأبدأ أصغله الموضوع بكلماتي وممكن أقول له هل أفهمك بشكل صحيح عندما تقول وأبدأ أقول المصطلحات أو أقول الموضوع بتاعه بس باستخدام مصطلحات من المدرد التقمص يجب أن تحاول يجب أن تحاول دائما فهم وتقمص الشعور الذي يحس به الشخص الذي يتحدث معك أو مع غير بعد كده قيادة النقاشات أنا من مهارات الاتصال والتواصل إن أنا أقدر يا جماعة أقوم بقيادة النقاشات إزاي؟ عند طرح نقاش في موضوعات التدريب أو نشاط على المدرب تمام؟ يعني لو أنا بطرح نقاش في موضوعات التدريب أو نشاط في نشاط أو في نقاش على المدرب أن يطرح فكرة عامة أو مقدمة عن موضوع النقاش لكي يعطي فكرة للمشاركين عن موضوع النقاش قبل البدء بالنقاش يجب عليها أن يقود النقاشات وينظمها ويمنع الفوضى والأحاديث الجانبية إيه كمان؟ يجب أن تتمحور النقاشات مع كامل المجموعة وليس مع المدرب لوحده على المدرب أن لا يشجع المجموعة على جعله هو فقط محور النقاش وين حدث ذلك عليه إعادة طرح الأسئلة مرة ثانية على المجموعة وتحويل النقاش والحوار فيما بين المجموعة وليس مع المدرب وحده طيب المهارة اللي بعد كده بعد مهارة الاتصال والتواصل في مهارة اسمها إدارة التنوع تاخل الجلسات التدريبية طبعا إحنا عندنا يا جماعة ببقى عندي المتدربين عندهم فروق فردية ويوجد تنوع بين المشاركين فبنقول غالبا ما يكون المشاركين من خلفيات ثقافية واجتماعية واقتصادية متنوعة وأساليب التعلم لديهم متنوعة يجب مراعطها لكل ذلك من خلال طيب أنا هراعي إيه بقى؟ أول حاجة تنوع مستويات المعرفة لدى المشاركين الفروق بين الجنسين الاختلافات الثقافية الاختلافات في الرغبات والاهتمامات لازم أراعي كل الكلام ده يا جماعة داخل الجلسات التدريبية طيب براعي إيه كمان؟ براعي الاختلاف في تفضيل أساليب التعلم فيه اختلاف في تفضيل أساليب التعلم الاختلاف في حاجات المشاركين للتفصيل فيه ناس بتحب أن أنا أفصل لها كل حاجة وفيه ناس خلاص أنا فهمت الموضوع إيه اللي بقى على الموضوع تاني فبيقابلني في التدريب حاجات كتير كده الاختلافات في السلم الوظيفي للمشاركين بعد كده مهارة بناء الفريق تعال نشوف كده المهارة دية بنقول يجب أن يتقنها المدرب تمام؟ فالمشاركون غالبا ما يكونون من خلفيات اجتماعية واقتصادية ومهنية مختلفة ومن كلا الجنسين وعليك أن تصنع منهم بالرغم من هذه الاختلافات فريق واحد لازم يكون عندي فريق واحد يا جماعة نشوف الكلام ده بيتم إزاي؟ باستخدامك لتكنيكات التدريب التي ساعدك في بناء الفريق على أن تنسجم تلك التكنيكات مع اهتمامات وقناعات وعمر المشاركين وتراعي حجم الاختلافات بين المشاركين عليك انتقاء تقنيات بناء الفريق بمهارة عالية لتعمل على طيب أنا الوقتي هنستخدم تقنيات تمام؟ بمهارة عالية عشان أعمل إيه بقى؟ تعرف المشاركين على بعضهم البعض بلازم نعرف المشتركين يا جماعة أو المشاركين على بعضهم البعض استماع المشاركين بعضهم لبعض خلق أجواء النقاش الإيجابي بين المشاركين خلق الألفة بين المشاركين قبول بعضهم لبعض رغم الاختلافات قبولهم للنشاطات دون تحفظات استخدام التكنيكات التي تساعدك في بناء الفريق وهي إيه هي التكنيكات دي يا جماعة لأنا ممكن استخدمها عشان أبني الفريق ممكن استخدم الألعاب ممكن النقاشات داخل المجموعات ممكن المناظرات ممكن أوراق العمل يبقى دي مهارات بناء الفريق شوفوا المهارة اللي بعد كده مهارة التفاوض عليك كمدرب استخدام مهارات التفاوض كإحدى استراتيجيات التعلم لأنك تحتاج دائما إلى شرح وتوضيح دور القيم والنمازج الفكرية وأثارها في مناح الحياة والعمل وكذلك كيف تتأثر وتؤثر القيم والنمازج الفكرية للمجتمعات بعضها إيه ببعض تحتاج لتشجيع المشاركين للتعرف بوضوح على دور القيم والنمازج الفكرية وتعزز لديهم طرق التفكير التحليلي للتفكير ماليا والتعرف على قيامهم وقيم الآخر كذلك تعليمهم اللي هم المشاركين يعني للوصول إلى إجماع المجموعة التدريبية حول موضوع ما خلق مهارات التفاوض من أجل كبول حق الآخرين في حملة أفكار مختلفة تمام أنا لازم أرضى أن ده عنده أفكار مختلفة تطوير اهتمام العدالة والالتزام بمبادئ المساواة وحق وصول الجميع إلى جميع المصادر والفرص كبول العمليات الديمقراطية واحترام العدالة في صنع القرار كل دي يا جماعة أنا بستخدم مهارات التفاوض عشان أوصل للعناصر دي إيه كمان الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف الدفاع عن الحقوق الفردية وحقوق الآخرين وتنفيذ المسئوليات مناصرة التفاوض وحل الخلافات كل دي يا جماعة مهارات يجب أن يتمتع بيها المدرب تطوير الفهم حول وجود اختلافات بين الناس والثقافات والأراء الاهتمام بحاجات وسلامة الآخرين تطوير الصور الإيجابية عن الزات والشعور بالجدارة كفرد طيب إيجب بالمهارة اللي بعد كده اللي هي مهارات طرح الأسئلة عليك استخدام تيكنيك طرح الأسئلة على المشاركين خلال المقدمة أو خلال الشرح تمام بنقول بطرح الأسئلة على المشاركين خلال موضوعات التدريب لعدم اكتصار الشرح عليك أي وحدك حتى يكون هناك تفاعل بين المدرب والمتدربين تضمن بذلك الاتصال والتواصل مع المشاركين بشكل مستمر ده عن طريق طرح الأسئلة جماعة بنقول هو الإسلوب الأكثر شيوعا لضمان الشراك وتفاعل المشاركين مع موضوع التدريب يجب التخطيط الجيد لطريقة وإسلوب وأنواع الأسئلة التي ستطرحها بما ينسجم مع موضوع التدريب نيجي للمهارة اللي بعد كده مهارة الإيجاز والتوضيح يجب أن يتمتع المدرب بهذه المهارة تمام فإنك تحتاج دائما عند الانتهاء من شرح موضوع ما وقبل الانتقال إلى موضوع جديد إلى الجمع بين كل المفاهيم والقضايا التي تم التطرق إليها خلال شرح الموضوع حيث يخرج المشاركون بصورة شاملة ومكسفة عن الموضوع طيب أنا بتتبع تيكنيك تمام من أجل التأكد من أن كل مشارك استطاع امتلاك جميع المعلومات الصحيحة طيب إيه هي التكنيكات بنقول كن بإجاز لكافة المفاهيم التي تم التطرق إليها أثناء الشرح ببدأ أعمل إجاز لهذه المفاهيم ثم أطلب من المشاركين تلقص كافة المفاهيم التي تعلموها خلال الجلسة وفق تسلسل منطقي تستطيع استخدام تيكنيك طرح الأسئلة من أجل عملية المراجعة من خلال الأسئلة يعني ببدأ راجع عن طريق الأسئلة إزاي بقى؟ ممكن أقول ما هي أهم النقاط التي يجب البحث فيها في موضوع البحث تمام؟ من يتذكر ما هي أسباب تغيير نظام أو قانون كذا؟ وأختار أحد موضوعات التدريب وأبدأ أسأل عليه يا جماعة أكتب بخط كبير وواضح على اللوح بكلمات وليس بجمل المفاهيم الرئاسية التي تم التطرق إليها بغرض تأكيد المعلومات ومساعدتهم لحفظ المعلومة عبر وسيلة مرئية أبدأ أكتب كده يا جماعة على الصبورة أو بأي وسيلة الكلمات الأساسية تمام؟ دون كتابة المفاهيم تستطيع أن تطلب من إحدى المجموعات أو أحد المشاركين طبعا مش كل مرة هختار نفس المشارك يا جماعة القيام بالإيجاز فهذا يظهر لك بغضوح وبشكل مباشر درجة فهمهم للموضوع وكده يبقى خلصنا مهارات المدرب الطربوي الفعال هنقولهم بسرعة كده يا جماعة أنا عارف أن أنا طولت عليكم تمام؟ وآسف برضو إن كنت بتكلم بشكل سريع عشان ما نطولش أكتر من كده فبنقول إيه هي المهارات؟ أول حاجة مهارة التخطيط مهارة إدارة المجموعات مهارة إدارة الأفراد مهارة إدارة الوقت مهارة إدارة الجلسات التدريبية مهارات الاتصال والتواصل مهارة إدارة التنوع داخل الجلسة التدريبية مهارة بناء الفريق مهارات التفاوض ومهارة طرح الأسئلة ومهارة التوضيح والإيجاز دول كلهم يا جماعة من المهارات التي يجب أن يمتلكها المدرب الطربوي الفعال كده خلصنا المهارات تابع معايا الفيديوهات القادمة اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وروابط كل الفيديوهات والأسئلة التجربية إن شاء الله هتكون أسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو